السلام عليكم ورحمة الله النهاردة عايز اجاوب على سؤال المشروع هيخلص امتى او ايه هو الديدلاين بتاع المشروع النهاردة اجاوب على السؤال دوت من خلال التكنيك التاني وهو الكريتيكالباث مثود او السي بي ام بيقولي السي بي ام مثل اقل مدة زمنية ممكن يخلص فيها المشروع كمان الكريتيكالباث مثود هتحدد لي المرونة الجدول الزمني وده اللي هعرفه من خلال الفلوتس اللي موجودة في الجدول الزمني فهنعرف كمان شوية ايه فلوت بيقولي الجدول الزمني بتحسب الايرلي ستارد والايرلي فنش والليت ستارد والليت فنش لكل الاكتيفيتز بغض النظر عن الريسورس ابلابيليكي والايرلي ستارد والايرلي فنش والليت ستارد والليت فنش هنعرفهم كمان شوية بالتفصيل بس عايزين نعرف ان السي بي ام بتطلع حاجات دايات او بتعرفهم الكريتيكالباث مثود بتحدد لي المشروع الموجودة في المشروع يعني المشروع قلنا ممكن يبقى فيه critical path واحد وممكن يبقى فيه اكثر من critical path لو المشروع فيه critical path واحد فده سهل حاجة كويسة لكن لو فيه اكثر من critical path كل ما بيزيد تعقيد المشروع وكل ما بيزيد المتابعة بتاعت المانجر او ال project manager طب ايه هو ال critical path بيقول لي critical path is a sequence of activities that represents the longest path through a project يعني ال critical path ده هيمثل لي اكبر عدد من الانشطة من نحية الزمنية من حيث المدة الزمنية في المشروع مش من حيث العدد من حيث المدة الزمنية في المشروع قال لي هو كمان بيحدد لي اقل فترة زمنية ممكنة يخلص فيها المشروع قال لي كمان ان ال critical path دوت لي total float zero وهنعرف كمان شوية يعني ايه total float ال early and late dates عندي اربعة اربعة ازمنة اتنين early و اتنين late early start وال early finish late start وال late finish هنعرف ايه هم الاربع ازمنة دول بالمثال البسيط اللي اشرحه تخيل انت عندك بكرة قطر من اسكندريا للقاهرة الساعة عشرة ده معاد القطر معاد طلوع القطر الساعة عشرة انت متعود تصحى الساعة تمانية بتاخد وقت في اللبس حوالي نص ساعة والمسافة من بيتك لحد القطر هتاخد وقت حوالي نص ساعة لو انت صحيت تمانية ولبست في نص ساعة يبقى انت هتخلص لبس تمانية ونص تقدر تنزل من البيت تمانية وبنص ده اول معاد تقدر تنزل فيه depression لان مش هتقدر تنزل ابلي كده هيكيد مش هتنزل من البيت انت لسه ملبستش فأول معاد تقدر تنزل فيه هو دوة 일본 routine طيب نزلت الساعة تمانية ونص هتوصل كم هتوصل تسعة ده اول معاد انت قدرت توصل فيه او خلصت فيه النشاط بتاعك اللي هو نشاط الوصول دوك يبقى انت الارلي ستارت بتاعك تمانية ونص والارلي فنش هو تسعة طيب من تسعة لحد ما القطر يبدأ يتحرك اللي هي الساعة عشرة الساعة دي كلها بنقول عليها الفلوت اللي هي السماحية طيب انت دلوقتي الكلام دلقوا نزلت تمانية ونص طيب ممكن تنزل تسعة او ممكن تنزل تسعة هتوصل هناك تسعة ونص طيب ايه اخر معاد تقدر تنزل فيه بحيث ان انت تلحق القطر اخر معاد تقدر تنزل فيه هو تسعة ونص لان تسعة ونص هتاخد المسافة اللي هي نص ساعة هتوصل عشرة على معاد القطر فالتسعة ونص بالنسبة لك دي هي الليت ستارت والعشرة اللي انت وصلت فيها هي دي الليت فنش خلاص يبقى Laoерly start هو اول وقت يقدر 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 يبدأ فيه النشاط والAerly finish هو اول وقت يقدر يخلص فيه النشاط الاتっ start هو اخر وقت يقدر يقدر يبدأ فيه النشاط الات finish هو اخر وقت يقدر يخلص فيه النشاط النشاط عندنا الفلوت او السلاك او السماحية هي الفترة الزمنية اللي هيقدر يتأخرها النشاط عندنا نوعين من الفلوت التوتال فلوت بيقول لي amount of time and activity can be delayed from its early start date without causing a schedule slip يعني هي الفترة الزمنية اللي هيقدر يتأخرها النشاط من ال early start بدون ما يأثر على نهاية المشروع الفترة الزمنية اللي هيقدر يتأخرها النشاط دون التأثير على نهاية المشروع free float هي الفترة الزمنية اللي هيقدر يتأخرها النشاط بدون التأثير على النشاط اللاحق next activity project float amount of time a project can be delayed without delaying the externally imposed project completion date يعني ال project float هي الفترة اللي ممكن يتأخرها المشروع بدون ما يأثر على الفترة او الزمن deadline اللي المحدد له خارجيا يعني فيه زمن ما هتطلو ما هتطلو مثلا المشروع ده يخلص بعد السنة لو كانت ال schedule بتاعتمشروع مثلا 10 شهور يبقى أنا عندي slack شهرين يبقى الفترة الزمنية اللي المشروع يقدر يتأخرها بدون ما يأخر المعاد اللي هو deadline externally imposed هي دية project float طيب تعالوا ناخده مثال على الكلام ده كله يفهمنا الموضوع اكتر ونشرحه بالتفصيل اكتر مديني جادول زي ده فيه مجموعة انشطة وليها ال predecessor يعني النشاط ده النشاط اللي قابليه ايه ال predecessor يعني النشاط السابق وال duration بتاعت النشاط يعني الانشطة دية دي الازمانة بتاعتها ودي ال predecessor بتاعتها طيب مطلوب مني ان انا اعمل حاجة اسمها activity on node اللي هي network هرسم كل النشاط بالطريقة دية مربع مكون من سبع خانات الخانة اللي في النص فيها activity name واللي فوقها فيها duration على الشمال فوق early start وعلى اليمين فوق early finish تحت late start وليت finish وفي الاخر هطلع critical path ولونه بلون اغمى وال non critical اثيبه بنفس اللون وهيبقى المنظر في النهاية عامل كده طيب الموضوع دوت لسبع خطوات هننفزهم مع بعض على اي مسألة بالمنظر ده هنلاقي نفسنا حلينا المسألة بسهولة بيقولي اول step draw the first activity او activities لان ممكن بداية المشروع ما يبقاش نشاط واحد تبقى مجموعة انشطة في البداية يعني الانشطة المقصود بها الفرست دي اللي هي ملهاش ارسم فيها ايه ارسم فيها ال name وال duration بالمنظر ده اكتبنا ال activity name وال duration وباقي الخنات هتبقى فاضي بيقولي draw next activities يعني هرسم الانشطة اللي بعدي اللي بعد النشاط الاولاني ده والانشطة الاولانية من خلال العلاقات اللي هيقولي عليها لحد ما اوصل لاخر نشاط بس name و duration مش اكتب بعد كده develop path with zero duration يعني شوف ايه هي المسارات اللي موجودة او المتاحة في ال network دية وايه الازمانة بتاعته تعالوا نطبق الكلام ده مع بعض هناخد الجدول اللي هنخطه فوق عشان يتقض ده معيننا ونبدأ نعمل اول حاجة هنعمل ال start بعد كده هنروح هنشوف اول نشاط عندي اول ايه يبقى هرسم الايه في البوكس او النود اللي اتفقنا عليه بالمنظر ده واكتب activity name والتلاتة هي duration بعد كده اشوف اللي بعد الايه ايه بي البريديسيسور بتاعه ايه والديوريشن بتاعه تلاتة هنروح جاي رسمه بالمنظر ده البي والديوريشن تلاتة عندي السي برده البريديسيسور بتاعه ايه يعني النشاط السابق ليه هو ايه يبقى السي هيجي هنا والديوريشن بتاعه ستة بعد كده هنروح على الدي هلاقي الدي بعد البي يعني البي ده قبل الدي والديوريشن بتاع الدي تماني يبقى المفروض الدي هيجي هنا بالمنظر ده بعد كده الايه قبليه السي والدي يعني السي والدي هرسم هنا الايه والديوريشن بتاعه اربعة وبعد كده الفينيش خلاص انا كده رسمت عملت الخطوتين الاولانيين ان انا رسمت اول نشاط او الانشطة الفيرست وبعد كده رسمت الانشطة اللي بعد كده لحد ما اصلت ال ايه للفينيش الخطوة رقم ثلاثة بيقول لي طلع لي ايه بقى طلع لي المسارات الموجودة في المشروع واضح جدا ان فيه مصارين في المشروع A B D E و A C E تمام ال A D B E 22 ثلاثة زائد ثلاثة ستة ستة وتمانية اربعتاشر اربعتاشر وتمانية نين وعشرين ال A C E ال A بتلاتة تلاتة وستة تسعة تسعة وتمانية سبعتاشر فيه ناس بيحبوا يكتبوا المسار ده بالشكل Start A D B E وهنا وفي الاخر End أو Finish وهنا Start A C E وفي الاخر Finish المهم ان دي الانشطة اللي موجودة الخطوة اللي بعد كده ايه بعد ما رسمت الانشطة او رسمت النتورك وجبت المسارات الموجودة الاول قبل ما نخش على الخطوة اللي بعد كده واضح طبعا من تعريف Critical Path ان هو اطول نشاط كمدة زمنية واضح ان Critical Path هنا هو A D B E اللي هو 22 بس مش هنقول دلوقتي هنصبر شوية عشان نبقى اكثر ذلك بيقولي الخطوة رقم 4 existing الاستبلش the forward phase من الاستارت والفنش يعني اروح على النتورك من عندried الاستارت للحدSi دى CG خطوة الرقم 2 كده قنع ال mini مع الاخذاة في الاعتبار بعض القوانين هنا بيقولي Early Start اق ال Forward Pass ههدد فيه اذا فرسل و الـ Early Start و Early Finish إذا قد امن College the first activities 0 و Early Finish ي후ستضحى glee illiterate Early Start of Successors يخرج المكسموة ب Early 끝 بالPrecessors نشاط اللهص early starterه سيطحى quantifierdate في الريدسيسورز اللي هم القابل اهو الايرلي ستارت هنا زيرو عشان ده اول نشاط طيب بعد الايرلي ستارت يبقى الايرلي فينش كام؟ زيرو زائد ثلاثة يبقى ثلاثة تمام؟ اروح للعنشطة اللي بعد كده اروح لبي ببي بيقولي الايرلي ستارت بتاع الساكسيسور هيساوي المينموم ايرلي فانش بتاع الساكسيسور فبما ان البي مفيش قابله غير الا يبقى الثلاثة ديت اللي هي الايرلي فانش بتاع الا هتبقى هي نفسها الايرلي ستارت بتاع البي وبالتالي الايرلي فانش بتاع البي بقى كام؟ ثلاثة زائد ثلاثة ستة طيب اروح على السي الايرلي ستارت بتاع السي بيساوي المينموم ايرلي فانش بتاع البريدسيسور ما عنديش غير البريدسيسور واحد اللي هو الا يبقى الثلاثة D هتبقى هي الـ Early Start بتاع السي الـ Early Finish بتاع السي هيبقى كام؟ تسعة ثلاثة زائد ستة خلاص؟ هروح على الـ D الـ Early Start هيساوي الـ Early Finish بتاع الـ B يبقى الـ Early Finish بكام؟ ستة وتمانية؟ أربعة عشر خلاص؟ هروح على الـ E هيظهر هنا الموضوع اللي قلنا عليك الـ Early Start هيساوي الـ 14 ولا الـ 9 قال لي الـ Maximum Maximum Early Start Maximum Early Finish هو الـ Early Start يبقى هنا 14 14 و 8 22 كده أنا عملت الـ Forward Pass اللي هو من الـ Start للـ Finish طيب تعالوا نخش على الخطوة اللي بعد كده بيقول لي Establish the Backward Pass يعني خد بقى المصاري العكسي اللي هو من الـ Finish للـ Start ده عشان ايه؟ عشان أحسب Late Dates عشان أحسب التواريخ المتأخرة تمام؟ مع الأخذة في الاعتبار القوانين دي Late Finish of Lost Activities يعني آخر Activities هتبقى Late Finish هو Maximum Early Finish of Last Activity ده لو هو مش مديك زمن تقى المشروع فهعتبر ان Late Finish بتاع آخر نشاط هو Maximum Early Finish of Last Activity طيب Late Start هيساوي ايه؟ هيساوي Late Finish نقصة Duration Late Finish of Predecessor هيساوي المنمم مش الماكسيمم بقى هنا المنمم Late Start of Success وهيبقى عندي هنملأ الاتنين اللي تحت دول خلاص هيبقى بالمنظر ده ازاي بقى؟ طيب هنروح على الـ Network عشان نعمل الكلام ده Late Finish هنا هتبقى 22 أطرح Duration يجيلي Late Start 14 أروح على النشاط دي B Late Finish هيبقى 14 أطرح Duration يبقى Late Start 6 أروح على الـ B Late Finish 6 Late Start 3 أروح على الـ C Late Finish 14 Late Start 8 14 نقص 6 بعد كده أروح على الـ A أطرح أطرح Late Finish أطرح المنمم المنمم يبقى 3 Late Start 0 يبقى أنا عملت كده الـ Backward بس أطرح هروح على الخطوة اللي بعد كده بقولي Calculate Total Float For Which Activity Total Float هتساوي Late Date ناقص Early Date يعني Late Start ناقص Early Start أو Late Finish ناقص Early Finish بعد كده The Activity With Zero Floats To Develop Critical Path هحسب هنا Total Float Total Float بإيسان يا أم أطرح 14 أو 22 أو 22 وهتبقى طبعا نفس النتيجة للـ Activity E هتبقى Zero للـ Activity D هتبقى Zero للـ Activity الـ Activity C هتبقى خمسة 8 ناقص و 14 ناقص 9 خمسة والـ Activity A Zero قال لي الـ Activity اللي هي Zero Total Float هي دي Critical Activities هلونها باللون الأحمر ويبقى هو دوت Critical Path بتاعي اللي احنا قلنا عليه قبل ما نهي بس الطريقة دي عايز اقول ان الطريقة اللي هي بتاعت Zero اللي احنا بدأنا ب Zero ومشينا بالطريقة ديت دي الطريقة اللي مشروحة في كتاب Rita اما الطريقة بتاعت Plus أو Minus One اللي انا هنا ببدأ بواحد دي المشروحة في البنبوك واشرحها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله